بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته من وضع العقل الشيعي في ثلاجة منذ ألف عام ولماذا يسر البعض على تجميد هذا العقل حتى اليوم بعد افتراض وجود ولد للإمام الحسن العسكري بأدلة فلسفية في ظل انعدام الأدلة التاريخية التي تثبت ولادة هذا الإنسان وهي الأدلة الطبيعية يعني أحنا ما يمكن نثبت وجود إنسان اليوم أو في الماضي إلا بالأدلة التاريخية وليس بالأدلة الروائية التي يمكن أن تختلق بكل سهولة قاله فلان قاله فلان ولا بالأدلة العقلية الفلسفية ولكن البعض قبل 1200 سنة استخدم عقله بصورة غير عقلية وافترض وجود إنسان ما في أي أثر على ولادته وخلافا للأدلة التاريخية خلافا لتصريح الإمام الحسن العسكري بأنه ما عنده ولد لا بالقوة أنت غصبا عليك لازم عندك ولد والإمام بعد ذلك أنه هذا هو الإمام الثاني عشر وهو المهدي المنتظر طيب هاي فرضية كانت الآن خلنجاوزها ما أريد نناقشها الآن أنه في جماعة قالوا بوجود ولد الإمام الحسن العسكري وربطوا كل الحركة السياسية للشيعة بهذا الإمام المفترض رفضوا إقامة الدولة والثورة والعمل السياسي وكل شيء ما يجوز أحد يعمل أي شيء إلا أن يطهر هذا الإمام الذي هو افترضه طيب هنا سؤال يأتي طبعا أسألة كثيرة تترتب على هذا الموضوع أنه على فرض وجود هذا الولد من قال لكم أنه هذا الولد مستمر في الحياة إلى اليوم وبصورة غير طبيعية وعمره صار طويل 1200 سنة الآن 1200 سنة وكثور فشو الدليل على ذلك العقل اللي افترض وجود هذا الإنسان كيف افترض أنه هذا بعده ما مات طيب واحد موجود ثم مات شي يصير بالدنيا يعني من يقول أنه ما مات هذا الإنسان أحد شافه حتى يقول يعرفه ويجا خبر الشيعة أنه هذا الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكري بعد أنه يزن على قيد الحياة لا تمرض ولا مات بصورة طبيعية كل الأنبياء كله إما كان يتمرضون وكان يموتون بصورة طبيعية أما هذا الإنسان فلا ما يستر يموت على أي شيء بينه هذا الكلام بس أدعرف حقيقة لماذا قال الشيعة باستمرار حياته إلى اليوم ولم يقول بوفاته على فرض وجوده إذا فترتنا موجود فعلا كان الإنسان بالسر أبوه مخبيه ولكن أحد يقتله وبعدين توفى الوالد طيب كيف عرفته أن هذا الولد ما مات هل رأاه حيا وعصيا على الموت في آية قرآنية في حديث نبوي كيف من وين جبت بعض الكلام كلام عشوائي طلعهم من بطونهم وسووا دين بعدين لازم تؤمن بي وإذا ما أمنت بي فأنت خارج عن الدين وعن المذهب كيف آمنوا ببقائه حيا وهم لم يرواه ولم يعرفوا أي شيء عنه من أين جاءهم الألم بذلك أن بنوا عقيدتهم على مجرد الظن والوهم والافتراض شايفين واحد ابن الدينة على الوهم وعالظنون وعالأوهام يصير واحد ابن الدين هكذا أم يجب أن يكون أن له حجة من الله تعالى حتى يعتقد بشيء وقد قال الله تعالى أن الظن لا يغني من الحق شيئا الظن؟ هذا قرآن يقول أن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال أيضا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ شوفوا منطق القرآن شوفوا شقد إحنا ابتعدنا عن منطق القرآن ووقعنا بالخرافات والأساطير وسمينا هذا دين وسمينا خرافات والأساطير دين وماذا بأهل البيت البيت أجل من ذلك من أن يعطونها الأفكار هذه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ الله يخاطب المسيحيين وخاطب أي واحد آخر أنت تتبعون إلا الظن أنتوا قاعد تتبعون ظنون وأن الظن وأن أنتم إلا تخرصون قاعد تخرطون يعني أنتم إلا تخرصون قاعد جيبون أفكار من عدكم من بطنكم ونفس الشيء انطبق على هؤلاء الذين يقولون بهذا ولد موجود بالظن قالوا ما عندهم قطع ولا يقين ولا حتى يعني شيء احتمال معقول كلام إشاعات بين وعليها دين ثم قالوا أن هذا موجود وهذا مولود مستمر في الحياة هذه سورة يونس 36 وقال أيضا سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الله ما أنزل بها سلطان الدين يجب أن نقوم على شيء قوي إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى النجم 23 وقال أيضا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يهني من الحق شيئا النجم 28 لاحظوا ثلاث آيات بالقرآن الكريم تنهى عن اتباع الظن أو التخرص أو التقول بالعدليل وإدخاله بالدين يعني هذا التخرص والظن ما يجوز حتى في الحياة العادية ما يجوز واحد يتهم في الإنسان أو يعتقد بشيء وهو ما عنده دليل فكيف إذا اعتبر ذلك دينا وشي جزء مهم من أهل البيت من عقيدة أهل البيت الأهل البيت ما يعرفوها قبل أيام السيد كمال حيدري أحد هذا التلميذ النجيب جدا أحمد الجعفري سرّب بعض المكالمات الخاصة أسئلة خاصة في دروس خاصة سرّبهم على الانترنت وعلى اليوتيوب وفي الفضائيات والشيخ ناصر المكارم الشيرازي هم عنده فضائية جديدة مسوية يبدو لمكافحة الصحوة الشيعية أو تصحيح الشيعي حركة تصحيح الشيعي اسمه قناة الولاية وجاعب هذا الشيخ أحمد لاقي له في لقية الشيخ أحمد الجعفري أنه الضيف الدائم تقول القناة هذه في الرد على سيد كمال وعلى أي فكر عقلاني أو فكر تصحيح السيد كمال قال أن هذا الإمام مهدي نعتقد به شنو فأتي يعني شنو أثره في الحياة لا في أثر يعني ما في أنا طبعا أعتقد وقلت ذلك في أثر سلبي كان عبر ألف سنة الشيعة هم دخلوا في ثلاجة ألف سنة ما يجوز العمل السياسي ما يجوز إقامة الدولة إلا يطلع الإمام المعصوم المعين مقبل لا إلي ما موجود هذا فالشيخ خيالي مثالي فرضي وتهمشوا الشيعة عبر التاريخ إلى وقت قبل خمسين سنة عندما جاء صدام حسين العقل الشيعي كان في ثلاجة ولذلك استقوى صدام حسين علينا بالعراق لأنه ما يكو أي مقاومة إلا ما أحد ما يعتقدون لما راجعنا بالنجف ما كان يعتقدون بضرورة الحركة السياسية أو الثورة أو مقاومة هذا النظام الظالم إلا سنو حمد باكر الصدر رحمة الله عليه بعدين طلع بقية المراجع الكبار أي بالستينات أتكلم سيد محسن الحكيم وسيد الخوئي مرتضى علياسين وشيء حسين حلي وكل فكرهم كان أنه يجب أن ننتظر وتحرم إقامة الدولة طيب سيد كمال حيدر يقول أنه هذا شنو الدليل في الشيء يعني إحنا وسلنا صنو نفس الشيء الآن هم يعتمدون للإجتهاد حسب الأدلة وإحنا نفس الشيء نجتهد فما عدنا حاجة لهذا الإمام هذا الإمام في حياتنا طبعا حياة يعني فرضية الإمام ليست فقط للمسائل الشرعية فرضية الإمام اللي افترضوها ومعنى الإمام يعني أن واحد يجي يقود الدولة رئيس الجمهورية يعني هذا وين الإمام صادنا 1200 سنة ما عد رئيس جمهورية ولا عدنا إمام من الله فالمهم هناك مركز آخر في النجف اسمه مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي وقلت لكم أكثر من 345 كتاب طبع خلال هال 10 سنوات 20 سنة ونشر سواء هم أنتجوها أو طبعا أو كتب القديمة والأخرى للترويج لفكرة الإمام المهدي وضرورة الاعتقاد فيه فيجي هذا السؤال أنه طيب من يقول ما مات هذا افترضه مولود نفترض هو افترضات وهمية كلها افترضنا أنه هذا الإنسان مولود من قل أنه لم يموت من عرف أنه من شارفه حتى يعرف أنه ما مات على أي أساس افترضته أنه حايل اليوم موجوده هو فالشيء مضحك حقيقة ولكن هذا العقل مجمد فمركز الدراسات التخصصية التابع لمكتب السيستاني يقول أن عدم الإيمان بدوام حياته في الغيبة الكبرى يستلزم منه الإيمان بوفاته في الغيبة الصغرى أنه مات هذا ذكي الأيام منتهت الغيبة الصغرى وهذا لا قائل به طيب إذا ما أحد ما قال ناس جمدين أقولهم لازم نتبعهم يعني بالظن أو عدم الإيمان بولادته أصلا أنه أصلا ما مولود هذا راح انتفت الإمامة يعني 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 يصل هو يكاد يقول أنه إذا قلنا لهذا الإمام ميت يعني راحة نظرية الإمامة انتهت هي نظرية بادت وانتهت وانقرضت وماتت ولدت ميت الفرقة الاثنى عشرية العقيدة الاثنى عشرية وهذا يلزم منه انخرام الإيمان بالأئمة الاثنى عشر هذا الإيمان ينخرم يعني يخرب وخروج من يلتزم ويؤمن ويعتقد بذلك عن مذهب الإمامية الاثنى عشرية طيب وما هو هو المذهب اختلق واختلاق ما إلى وجود لا بالقرآن ولا بالسنة ولا على أهل البيت المذهب الاثنى عشر اختلق في القرن الرابع الهجري ما كان موجود ويصبح واقفيا فهنا المصيبة العظمى أنه إذا واحد اعتقد أن الإمام الثاني عشر هذا اللي افترضناه مات شيء يصير بالدنيا الشياء يصيروا واقفية ما هموا واقفية هموا واقفوا من ذاك اليوم إلى اليوم شنه يصير واقفي يعني وتلحقه أحكام الواقفي في التعامل معه شنه أحكام الواقفي في التعامل مع الواقفي يعني شنه يعني شنه ما يصير واحد زوجة ما يصير واحد عاملة يبيع ويشتروا ثم ماذا يعني صار واقفي ولا ما صار واقفي شوفوا وهذا أثر عمليون آخر شوفوا بانين افتراض الاعتقاد بأنه حي على شنه ما عدوا ميقين ما عدوا مألم ما عدوا أي ألم أن يتبعونه إلى الظن ظنون فقط افتراضات ظنية فهذا المكتب السيد السيستاني اللي مفروض يقود الحركة الثقافية مرجع المرجع والمرجعية شو سوي شنه مهمتها قيادة الحركة الثقافية الإسلامية وتوجيه الناس وإرشادهم ويبثها الخرافات والأساطير مكتب ومرجعية مرجعية خرافات وأساطير مو مرجعية إسلام ولا مرجعية أهل البيت حكي بصفت ما عدوا من الكاتب الكلام ما عدوا من الكاتب ما يحطون أسماءهم بس باسم مضلة السيستاني وناس يكتبون كما يشاءون يجي أخ من الأخوان يعلق الأخ عباس الحسناوي مو صديقنا هذا عباس الحسنا واحد آخر يقول أخي الكريم آمنا ببقائه حيا هذا السلم إذا ذول اللي بالحوزة ومكتب الدراسات التخصصية يسمعوا أهمية حقيقة لا عدم دراسات ولا تخصصية بس موضوع أشكل يقول فكيف بعمة الناس اللي هم لا قاررين لا كاتبين يقول آمنا ببقائه حيا كما أنتم ونحن آمنا منو أنتم منو نحن ما أدري كما أنتم ونحن آمنا ببقاء الخضر عليه السلام حيا وكذلك النبي عيسى عليه السلام وكيف رفعه الله إليه ولا يزال حيا إلى الآن وأيضا أن بعض الأنبياء قد وصلت أعمارهم إلى ألف سنة وبعضهم إلى تسعمائة وخمسين عام هذا دليل على بقاء لاحظوا شون منطق وشلون دليل وشلون استدلال حول هذا الموضوع طبعا هذا ما أخذ من هالمركز الدراسة التخصصية فأجبت يا أخي الكريم لقد ذكر القرآن الكريم طول أمر النبي نوح فقط ما ذكر غيره من الأنبياء أمرهم طويل ما أدري منين جاعب هو يقول بعض الأنبياء قد وصلت أعمارهم إلى ألف سنة ما عدنا هذا منين جبت الكلام ما أدري يقول أيضا ولم يذكر أن الرجل الصالح في قصة النبي موسى عليه السلام اللي يسموه الخضر بالقرآن ما يقول الخضر أنه هذا باقي حيا أيضا ما قال فد واحد مروية عيسى مروية موسى وصارت ركبه بالسفينة وانتهى الموضوع ما يقول لهذا الإنسان باقي إلى اليوم حي وكذلك لم يذكر أن النبي إيسى حي إلى الآن فقد قال الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي في كلام عن الوفاء أيضا رفع معنويا الله ما جالس بالسماء السابع فوق ورفع النبي إيسى لفوق هذا كلام يعني مع المجسمين يقولوا وإذا كان النبي نوح عليه السلام قد عاش تسعمائة وخمسين سنة فلا يجوز القياس عليه بالدعاء حياة أي إنسان آخر بالعدلين نجي نقيس والقياس لم يصادق يقول ليس من مذهبنا القياس وذور الجماعة كلها بالقياسات الظنية أو الافتراض على فرض وجود ذلك الولد عمل ألما بأنه لا دليل على ولادة ولد لإمام العسكري أساس القضية من الأساسية ما مطروحة ومؤكدة فضلا عن القول بامتداد حياته بصورة غير طبيعية وهذا يخالف المنطق القرآني اللي يعتمد على العلم مو يعتمد على الظنون ولكن صاير ديننا لعب صاير مراجعني يلعبون بالدين أو ما يلعبون بالدين ويسوون أشياء من أجهم بدون أي دليل لا دليل قرآني لا دليل من السنة لا حديث من أهل البيت لا دليل من التاريخ فقط قاعد ها قال لك إذا أنا افترضت هذا الإمام المهدي موجود لازم أفترض مرة ثانية أنه حي إلى الآن وإذا ما افترضت أنه حي راح تخرب عقبتي أصير واقف أصير واقفي إن شاء الله شيء يصير بعديا بالدنيا وخلصنا من الكلام هذا اللي ما إلى طعمه خلنا ننطلق للحياة ونعمل بحياتنا إحنا من دون ما نربط أنفسنا بأشياء غير صحيحة وغير موجودة فمتى نخرج من هذه الثلاجة صارنا 1200 سنة طبعا خرجوا الآن الشيعة تقريبا منذ خمسين سنة خرجوا من هذه الثلاجة الثلاجة التاريخية اللي مجمدين بها العقل وما يقبلون يشغلون عقلهم والآن أي واحد يجي يقول يا بش وي يشغل عقلك شلون أنت افترضت هذا الحي على أي أساس آمننا وسلمنا أنه هذا مولود طيب شلون باقي على قيد الحياة ما نقل لك؟ شفت أنت تعرف ولا فقر؟ هكذا بالظن والوهم والوهم والافتراض وهذا ما يجوز نبلي لازم إذا كنا فعلا متدينين ونحب أهل البيت ونحب الإسلام لازم نرجع للقرآن الكريم شوفوا القرآن كيف يقول ثلاث آيات تنهانا عن اتباع الظن أقرأ لكم إياها مرة ثانية حتى تأكدون يعني أقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ما عدوا ما يعلم إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون هذا تنطبق علينا تماما ترى على المرجعية القاعدة بالنجف وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم وشعركم قبل ألف سنة ما أنزل الله بها من السلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس صار الدين بالهواء ولقد جاءهم من ربهم الهدى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته